شكرا لموقعكم موقع الدار على الاستضافة فيما يتعلق بجديد ميلف قضية ليلة نحن على موعد في الأسبوع المقبل والأسبوع الذي يليه على جلستين مهمتين في الميلف الميلف الأصلي هو ميلف الأساس ميلف دي الإثبات الناسب عندنا جلسة يوم عشرات جوج 2020 نتدارس الآن مع فريق الدفاع مذكرتنا في أمام محكمة ولا سيما أنه ستكون جلسة بحث تخلف عنها المدة عليه وبالتالي فنسنكون إن شاء الله يوم عشرات جوج أمام جلسة ثانية في إطار البحث نحن أعدين العدة فريق الدفاع اجتمع واعدة العدة أعدة جميع الوطائق القانونية والإثباتات التي تثبت نسب نور للمدة عليه نعيدكم أنه بمجرد تقديمها سنعرضها أمام الرأي العام لأن ميلف أصبح ميلف الرأي العام ومن واجب الرأي العام أن يتطالع على وقاع الميلف وحيتياته ومختلف الأسباب التي جعلت أن المدة عليه وزوجته يزجان بامرأة بريئة في السجن ظلمان وعدوانا كنا أمام ميلف اجتماعي أسري كان يجب تغليب لغات الحوار وأسلوب حضاري وضع لغات السراع ولغات السجن وشفته وشاف الرأي العام طريقة الهيتشكوكية والهوليودية التي تم بها اعتقال هالسيدة اللي عندها راضيعة دي تمانية شهور يعني تم تحوي الميلف من ميلف الأساس ميلف أسري الاجتماعي إلى ميلف الأساس ميلف سجري بمنطق الاستئساد على امرأة ضعيفة معدامة فقيرة لا حول ولا قوة لها لا حول ولا قوة لها كان يمكن كما قلت استعمال لغات العقل والحوار وعدم استعمال منطق السراع ومنطق لما تنازلتيش على ميلف ديالنا صبرغان ديك الحبس ميلف الأقوى نحن في دولة حق القانون العبرة بسيادة القانون بالشرعية باحترام مؤسسات وليس بظلم الأبرياء والاستئساد عليهم وهضم حقوقهم لا أفهم شخصيا وقع خطأ إذا اعتبروه ما خطأ نحن ما اعتبروش خطأ نحن نعتبر أن الميلف وميلف علاقة زوجية لمدة أكثر من أربع سنوات كان الزوج ينفقوا على زوجته ويعيشان معا تحت ثقافي الواحد والزوج اكترى للزوجة مسكانا يعني وحضر الخطأ ديالهم عدة شهود والزواج أيضا عاينه حصل إجاب وقبول اشتهرت الخطأ بين الأسراتين يعني كانت كل التزامات وحقوق الزوجية في هذا الميلف كانت حاضرة لم يتم توتقع الزواج وعدم توتقع الزواج في القانون لا يعتبر الكتابة لا تعتبر شرطا للنعقاد هي وسيلة فقط للإثبات ويمكن إثباته وسنقدم أمام محكمة سواء في دعوة توتنا سعب أو في دعوة شكاية التي تجهد ضدنا الدعوة الجنائية الشكاية التي تجهد ضدنا بالخيانة الزوجية وتشهير سنقدم مختلف الإثباتات أمام محكمة بكون الأمر يتعلق بزواج وليس بخيانة زوجية أيضا الأمر ليس هناك تشهير الموكلة دينا كما طلعته وطالع الرأي العام على المكالمات الهاتفية التي كانت بين الموكلة دينا والضررات ديالها والتي كانت استدراجتها وحتى المكان تم اعتقالها فيه وكما قلت لكم هذا الاعتقال كان غير قانوني وشابته عدة شوائب سبقنا وضحناها للرأي العام فيما يتعلق بتوبتنا سب ميلف فرام مدرجة بجلسة عشر جوج فيما يتعلق بدعوة الميلف الجنائي فهو مدرج بجلسة سبع طهر جوج ومن المتوقع جدا تبدأ المناقشات حول أركان القانونية الجارمة وسنتبت أمام محكمة بالدليل القانوني والدليل القضائي والإثباتات المادية على أن هناك زواج وليس هناك أي خيانة زوجية وأنا أتوقع كما تم إسقاط قرار الاعتقال الخاطئ سيكون هناك إسقاط الأركان الجريمة وسنتبت أمام محكمة براءة الموكيلة دينا الموكيلة دينا لم تشهر بأي شخص الذي تعرض التشهر هو الطرف اللي تعرض التشهر والطرف الآخر هو الذي نشر بعض الصور واجتزأها على مسؤولية اجتزأها أزال منها المعني وترك فقط السيدة وهذا كان في واحد النوع من تشهر الموكيلة دينا لم تشهر الموكيلة دينا لكن ما سمعته التشهيلات الصوتية اللي خرجت تؤكد أنه إذا لم يتم حلمل في طرق ودية سألجأ إلى العدالة وسألجأ إلى القضاء وما قالت الهاشرة عن بغات فلوس ولا هداتها وكما كتعرفوا في القانون التهديد بالمطالبة القضائية لا يعتبر تهديد اللجوء إلى القضاء موكيلة دينا حضارية لم تنبس بأي كلمة في حقي المعني وزوجته لم تصفون بأوصاف دانئة وحقيرة كما وصفوها هما لا نسحي نذكر هذك الأوصاف هذك الأوصاف حد ترى تشكل مخالفة مهنية بالنسبة للمعني نحن ما عمر نوصف ناشي واحد بهذا الأوصاف هذين أنه نحترم العمل دينا قلنا دينا سرتكبوا جرائي في القانون الجيني وما حقنا نقولوها قبل ما تخرجوا ما تنسوش تأبونه في العشين يوتيوب بارتاجي والفيديو ديرو جام متابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي